الموضة احمد انت واحد من اهم الناس في مصر في صناعة الموضة الرجالي وتحديدا البدل ده تخصصك انت اتعرفت به هي دي الحاجة اللي انت ابتدتها وكان عندك حلم رغم ان انت مابتدتش الكارير بتاعك في المجال ده انت كنت في كارير تاني خالص كارير اداري وكارير جد اكتر وبعدين قدرت ان انت تبقى رائد في المجال بتاعك وفعلا قدرت توصل لحلمك احكيلي بقى الناس اللي ما كانوش في الاول مقتنعين باللي انت هتعمله وحتسيب الكارير بتاعك شو تبقى بتصمم بدل رأيهم ايه النهاردة طبعا دلوقتي غيروا الفكرة خالص وابتدوا يجولي زباين اه بقى زباين اللي الحمد لله بس طبعا انا كنت شغال في شركة يعني في شركة تبع الحكومة وطبعا كان عندي حلم من زمان اللي انا بحب اللبس وعندي حلم اللي انا اخش في مجال اللبس بقوة والتصنيع بالذات التصنيع يعني فكان عندي حلم فكت بقعد ارسم اللوجو بتاعي نفسي ابقى ايه كنت اعمل حاجة اسمها mind mapping بقولي انا لو فتحت اه او عملت مركة هفتح محل هنا وهفتح محل هنا والحمد لله يا ربنا كرمني ودايما لكل مجتهد النصيب فالحمد لله كان فيه ظروف جدا من ساعدتني من والدي من والدتي من صحابي المقرابين لا يا احمد خش اعمل ما استسلمش طبعا كان فيه صعبات كتير جدا 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 في حياتي بس في الاخر تغططها وفيه صعبات دلوقتي كمان طبعا انت عارفها ظروف الحالية دلوقتي فالموضوع صعب بس دايما لازم الواحد يبص على نص الكوباية المليان مزفت كده فدايما في كل وقت صعب دايما بيتلاقي فيه مخرج كده حاجة كويسة ممكن تفيدك بس انت لازم تفكري بره الصندوق صح ما تلعبيش دايما جوا صندوق هتحسي دايما كل حاجة ده صعبة ده موضوع صعب ده ازاي هنعمل طبعا هنتصرف ازاي لا تقدري بس تبصي بشكل مختلف وديبقى دايما هادية برواءان بحس انك تعرفت طلعي الحاجة اللي عندك عندك حق مليون في المية طبعا طيب عندي سؤال بقى مهم شفنا السفل اللي فات انك عملت اللاين كامل للميوهات مصبوط وعندنا تابو كده اللي هو ايه ماينفعش حد يلبس بدلا يبقى شكله حلو فيها او ميو يبقى شكله حلو فيها غير لو كان جسمه حلو ازاي بقى نقدر ان احنا يبقى شكلنا حلو في البدل او الميو لو مليانين شوية هل فيه مثلا طريقة تصميم معين بتعمل ديزاين مختلف عشان الميو ده او البدل دي تليقى على اي حد ولا لأ حسب بقى والله انت جسمك شكله كده يبقى حتلبس البدل دي او انت جسمك كده مفروض تلبسي الستايل ده انت شايف ايه بص طبعا كل جسم مختلف عن التاني بالنسبة للبدلة تمام مهما كان البدلة جاكت و بنترون بيغطوا كل الدفوهات بتاعت الجسم بس طبعا فيه ناس مثلا انا من الكلمة على بندل فيه ناس بيبقى كنزة من فوق وعريضة من ناحية الارضاف فطبعا دي لها شكل معين او طريقة لبس معينة ان لازم الواحد يعدل شكل جسمه بمعنى انه يبقى شكل البدلة نزل عليه زي تريانجل او مسلس لازم اعدل شكل كتف بقى عرض شوية في الكتف تمام بيحس انه يبقى متوازي اقرب حاجة للعرض بتاع الارضاف نفسها تمام اول عكس العكس اللي هو عريض من فوق ورفاية من تحت وده الجسم المثالي فده ما فيوش اي مشكلة فيه طب بالنسبة للبس الكاشوال او اللي هو الميو طبعا برضو فيه اطوال فيه الميوهات الطويلة وفيه الميوهات القصيرة فانا ما ينفعش مثلا واحد رجلير فيها قوي 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 وحوضه مثلا عريض ولبس له حاجة قصيرة يبقى منظره مش قبيح شوية فطبعا لا بيبقى كل جسم لازم الميوه بتاعه اللي شكل اللي ليه اعلي سواء بقى قصير شوية طويل شوية وتفر اللي هو يحب يعني اللي يتناسب مع جسمه وفيه ناس وقت يكون برضو حبه ميبقاش برضو حاجة قد طبعا فيه مشاهير كتير جدا لبسوا بدلك مين بقى من مشاهير دلوقتي اللي لسه ما لبسوش من أحمد حمدي نفسك يلبسوا من عندك لا فيه كتير طبعا زي مين مثلا بالنسبة للفن فيه طبعا نبسي أحمد عز طبعا ماضر ده هيبقى عليه البدل طبعا الشرف طبعا اللي أنا ألبس حد بالشكل ده والفن ده طبعا نبسي ألبس عمر دياب لو بالنسبة للأغاني أو المزيكة طبعا نبسي عمر دياب الهضبة الهضبة طبعا يبقى ده شرف برضو لي وفيه ممسين طبعا كتير يعني ممكن مش قدر أنا أقولي عن عدد كتير من الناس بس طبعا نبسي طبعا ألبس لأكبر اتنين أنا وشايفهم من وجهة نظري في الماركت أو في السوق بتاعنا ليهم شعبية ليهم شكل ليهم روح يبرزوا المنتج بتاعي بشكل حلو ويبقى بيباين للناس كلها حتى على المستوى العالمي برضو بشكل كويس بالضبط بما أنك بتحب أول بدل في الخمسينات والستينات الحاجة ده الفنتج الحلوة دي وبترجع الموضة القديمة دي والناس بتلبسها بمنتهى شيئك دلوقتي مين من فنانين الجيل ده لو كان موجود دلوقتي كان نفسك تلبسه؟ طبعاً أمر الشريف ده أكيد طبعاً إن ده راجل أكون في الفن وفي مجال التمثيل وعلى مستوى العالم فطبعاً ده طبعاً نفسي طبعاً بكون ملبس شخص زي كده رجد أبازة أكيد طبعاً دين جوان يعني في أحمد بظهر طبعاً ده جسمه موشوق الحاجة تبقى شكلها حلوة طبعاً مزبوطة جداً طبعاً مزبوطة أعتقد دولت أكتر تلاتة أفضل اللي أنا كنت ألبسهم طبعاً فيه ناس كتير جداً جداً أكيد بس من الناس اللي هي دي اللي كنت حابب اللي أنا ألبسهم أنا لاحزت كمان إن انت البدل بتاعتك كلها ألوان حلوة وألوان مختلفة وبره الصندوق زي ما بيقولوا إن معظم الناس بيتلبس الأسود والكحلي والرمادي وبيقفوا عندك كده بالكتير قوي تبقى بدلة مخططة كده منها فيها خفيف ويبقوا حسوا إنهم عملوا تغيير لكن إنت بتلبس ألوان وتبقى حلوة يعني الواحد أنا متخيلة مثلاً لحد جاي يقولي ياشرين بصي بدلة هتبقى روز فاتح ولا أصفر مش عارف إيه الكلام الواحد ممكن يستغرب لكن الواحد بيشوف طحفة بتستوحى بقى الأفكار دي من إيه إيه اللي بيخليك تتجرى إن إنت تعمل الألوان اللي إحنا بنشوفها دي؟ بصي مبدئياً ألوان مستخرجة من الطبيعة تمام دي أول حاجة ABC صحة وطبعاً في نفس الوقت ده من ناحية الألوان من ناحية ده الحاجة اللي تليق على الشخص في المكان المناسب يعني أنا برضو ما أقدرش أاجي مثلاً هنا في البرنامج وأبقى لابس بدلة pink أو لابس بدلة orange أو أصفر مش حتى في طريقة الألوان الهارموني مش هتبقى شكلة مش حلوة مش منطقية لازم تتلبس في المكان المناسب وفي الوقت المناسب بالضبط كده يعني أنا مثلاً بيكون عندي عرض أزياء في الساحل أقدر ألبس حاجة زي كده لون جريء لايء عليها مش حليء على أي حد حسب باقي لون البشرة طبعاً حسب لون البشرة الجولاينز بتاعت وشك طريقة شعرك طريقة كارزمتك وانت يوقفة بتتكلمي مع الناس كل الكلام ده الكارزمة نفسها بتخلي شكل الواحد وهو لابس البدلة لا مختلف تحسي لايء عليك الثقة فهي ده جزء كبير جداً عندي معرض بره مصر يعني في معرض بتتعامل في إيطاليا أنا دايما بحب موظف عليها اللي أنا بحضرها الناس برا في إيطاليا الناس بتربس شيك قوي طبعاً قوي ومركزين في كل التفاصيل خيط زرار شكل الياء لا 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 فيه تفاصيل قوي لو أنا مش بنفس العقل دوت أو بنفس طريقة التفكير ديت مش هقدر أتقعد معهم وتكلم معهم وبتكلم بكل ثقة في كل حاجة صحيح طبعاً آه هنا هوت مش لازم أكون مركز بالطريقة الزيادة زي برا بس لأ بتخلي الواحد شكل مختلف وبرضو اللي يتناسب مع جسمي وفي المكان اللي أنا فيه طبعاً دي حاجة مهمة جداً على الفكرة أنا ممكن يكون فيه حاجات راحت بيشوفها في المجلات شكلها طحفة أدخل عندك على الإنستجرام أبص ألاقي فوتوشوت جديد بألوان خطيرة لكن ممكن الشخص ده لو أخطأ في أنه هو يلبس الحاجة دي في المكان اللي مش مناسب يعني مثلاً يروح مثلاً فرح بالليل في قاعة ولبس بدلاء روز مثلاً مش هتنفع زي ما أنت قلت دي عايزة في الساحل في الصيف في البحر حاجة بالنهار فرح أو خطوبة الصبح ساعتها تكون لايقاً وطبعاً زي ما أنت قلت دي راح تكون واسق في نفسه كده عشال حاجة تبقى أحلى عليه بكتير طبعاً مظبور أنت معروف أنت بتحب الستايل الإنجليزي في البدل بس أنا عارفة أنت بتفكر كده تعمل ستايل مصري قريب جداً في البدل إيه بقى إمتى وفين وهذا شكله عامل إزاي ده يا أحمد بس الستايل الإنجليزي أو الستايل الإيطالي أنا دائماً باخد من ناحيتين دولة أنهما دولة أصل الناس اللي عملت البدلة صح فطبعاً إحنا لما بيخش أي حاجة لازم تتحط فيها إيه يتعرب يعني زي السوشي كده لما تيه سوشي مصري مش بيور يباين يعني فهنا فيه دي تنحط في جبنة أولاً أعمل فيه حاجات ودمرنا السوشي إحنا هنا ببتدي بشوف إيه الحاجات اللي هي تتناسب مع الجسم المصري إن الجسم المصري مختلف عن الجسم الإيطالي مختلف عن الجسم الإنجليزي فليه شكل معين سيهي مثلاً المصريين بيحبوا شكل الكتف والسدر بتاع الإنجليز اللي هو الكتف المصبوط السدر اللي هو المنشي أتلقي دائماً الناس كبيرة بتحب الحيط دي طب بس الشباب يحبوا لأ الجاكت الصفت الطري الحاجة الإسلام هتلاقي ليه فيه جيل بيحب بشكل معين وفيه جيل تاني بيحب بشكل معين فهتلازم أنت توسطني بين الحاجتين دولت وتقدر تحطي التوتش بتاعك المصري تمام؟ في الحاجة بتاعتك سواء في درجة الإسلام بتاعت الحاجة يعني إحنا جسم المصريين دايماً عندنا حتة الرجلين المليانة شوية الجناب شوية ده جسم المصري هتقول لي منش منجود بره برده برده بره في جسمهم برده بس عندنا منتشر أكتر بس عندنا منتشر أكتر هو الطبيعة الجينز بتاعت المصريين في الحتة دي مختلفة فطبعاً لازم يتناسب معها شكل البدلة من وراء الفتحات اللي موجودة فيها بحيث ما تبينش الدفو بتاع الجسم المصري طب هل الخامة ممكن تكون مختلفة شوية؟ أنا متخيلة مثلاً تستعمل كتان مثلاً هتعمل إيه مثلاً؟ لا خلي بالك في إنجلترا طبعاً وفي أوروبة عمتاً كلها القماش بتاعهم قماش تلقي تقيل شوية يعني عشان الجو هناك معظم الوقت الشتوي تمام؟ إحنا معظم الوقت صيفي تمام؟ فلازم تبقى القماشات بتاعتنا خفيفة صح light شوية تمام؟ والقماش بيتعامل بالوزن رفع الفتلة مع وزن الفتلة كل متر مربع تمام؟ فإحنا لازم ده بقى شوية deep شوية في الموضوع كده بس لازم إيه القماش اللي يتناسب مع الجو المصري فده أول حاجة لازم نبص عليها تاني حاجة إيه القصة أو القط اللي تتناسب برضو مع الجسم المصري اللي نبتدي نشتغل عليها عشان تتناسب مع الماركت بتاعنا أو السوق بتاعنا طبعاً تسؤال بقى مهم قوي إمتى أعرف البدلة الشيك؟ يعني أشوف بدلة كده أقول بس هو ده قمة الشيك لما أشوف فيها إيه؟ لما أشوفها على البنيات أقول هي شيك أولا مش شيك تاني حاجة أشوف أمسك الخامة نفسها هل الخاماتها عاملة إزاي؟ طريقة التقفيل بتاعها عاملة إزاي؟ الجودة بتاعتها هنا من هنا بقى أبتدي أتكلم أقول اللخامة دي شيك أو البدلة دي شيك ولا مش شيك بس لازم طبعاً على جسم بني آدم لازم تتلبس على جسم بني آدم أشوفها عليه مظبوط القصة القصة الخامة القماش المستخدمة طريقة تقفيل البدلة دولة أكتر ثلاث حاجات اللي لازم الواحد وهو بينقي حتى أي بدلة يركز فيهم مش فكرة بدلة وخلاص ما هو مصر كلها بتامي بدل بالظهر والعالم كله مركات كبيرة جداً 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 بتامي بدل ومركات ممكن عندها فروح قوية قوي على مصر العالم وبتامي بدل بس جودة مش أحسن حاجة اللي قماشة مش أحسن حاجة بس بيعملوا منها فليوم كبير وخلاص فلأ فلازم أبص على التارت حاجات دولة أساسيات وأنا بشتري أي بدلة أو أنا ببص على أي بدلة جنياً عليها أقول البدلة دي شيك ولا مش شيك ولا مش شيك عندك حق طب نيجي بقى في موضوع يهمني أنا بقى البيدة الموضة جداً السيزن دا للستات البلايزرز أو البيدة العامة أوفرسايز طوم بوي لوك في حركات جديدة حتى مش البدلة التقليدية بتاعت زمان إيه رأيك بقى فتا؟ أنا بصراحة بحبه جداً فعلاً كان لما البدلة تبقى أوفرسايز وكتف وقع كده زي ما أنا عاملة وساعة تلاقي البدلة كل من أولها الأخيرة تحسين تلت مقاسات أكبر مني أنا شخصياً أنا عاجبني السايل دا بس أنت أحمد حمدي دا اللي يهمني رأيك لا أنا أحبه تمام؟ إنه هو ترند وعامة الترند يعني الموضة هتقعد فترة وتروح صح طب إحنا نرجع بقى والموضة دي أصلاً جاية من وقت إيه؟ من التملينات فترة التملينات تمام؟ لو في الحتة القرأ أو التاريخ الموضة تمام؟ يجي يقولك فترة التملينات كان دايماً الستة عاوزة تعتمد على نفسها تحس إن هي وغدة لها بتشتغل وتنزل يعني مش زي الراجل أيوة بالظاف حتى كان فترة الأغنائية طلقت البنت زي الولد تحس بهوضة كان دايراكشن والله العظيم فرق جداً معي فتفورت دا دايراكشن يعني فترة الستينات هتلاقي الستة دا من فيها فامنين وأنوسة أكتر السبعنات هنا اللي هي ستايل الهيبز دا كل دا تاريخ الموضة على مسؤول العالم مش مصر بس يعني ففترة دي دي فترة تحت السبعنات اللي هو الستايل الماسكلر الشعر الكيرل القصير دا الستايل أنا أحبه طبعاً وده فترة وهتعدي أكيد طبعاً زي أي حاجة بس أنا بحسساً مختلف أنا بالنسبة لي شيك يعني حاجة جديدة بره الصندوق شوية تمام؟ حيطة البليزر اللونج الأوفرسايز الشولدرز اللي هي العريضة الطويلة كل مركات العالم دلوقتي مركزة في الموضوع دا سواء بنات أو سواء ولاد أنا ما فضلش طبعاً للولاد اللي يلبسوا البدل الأوفرسايز بس هي موضة على مستوى العالم ومش معنى أن هي موضة على الدنيا كلها إن هي تكوب أو تتماشى مع الماركت مصر أو مع الشعب المصري صح مزي ما أنت قلت حسب الجسم وحسب لون البشرة وكل التفاصيل دي طب مش ناوي يا حمد تعملينا بقى لين حريمي كده إن شاء الله إمتى؟ يلا بقى لك سنين بتقولي كلام ده إن شاء الله عاوز أعمل لين بنات أوفرسايز فعلاً أيوة البنترونة اللي هي الهاي ويست أيوة الرجل بلاتة اللي هي بنسميها فلير لاج بيها ستريت فلير لاج أيوة اللي هي بقى ونزلها واسعة ونزلها على أوسع خالص زي الشرلستون يعني البنترون واخد شوية السبينتيز أو السبعينات الجاكت إيتيز في التمانينات فأنا عامل كده بألوان بوبوب كالرز كده معينة فعامل ديزاين معين وعايز أشتغل إن شاء الله عليك في دقاتة يلا يا أحمد يلا يا أحمد وأنا حابق أول واحدة ألبس منك حاطة لا إن شاء الله طلق رائز إن شاء الله طب عايز أعرف إيه رأيك في دور البي آر إنه هو يوصل منتجاتنا المحلية للعالمية دي شايف أهمية البي آر دي سي لا دي مهمة يا قوي البي آر والماركتينج اللي اتنين دولت مهمين جدا جدا فكل أي حد عنده بيزنس أو أي حد عنده براند عاوز يكبره طبعا البي آر ده جزء كبير منه إنه هو يبقى يمسك البراند يوصله عنده كونتاكت لناس مختلفة سواء داخل مصر أو سواء خارج مصر يبتدي يوديه بشكل تاني بلافل تاني مختلف لأنه دايما أي بني آدم صاحب أي بيزنس تفكيره وقوله على إيه تفكيره على البيزنس بتاعه عاوز يبيه كويس قوي عاوز يعمل أحلى سيلز عاوز يعمل أحسن ديزاين عاوز يجيب أحسن قماشة عاوز فتفكيره دايما محدود في حتة معينة صح فلازم يجيب حد تاني يفكر بفكرة تانية فكرة مختلف يفكر بره الصندوق يبتدي إزاي يطلع البراند دوت أو الماركة دي بره مصر بشكل مختلف بشكل جديد في كل حاجة في نفس الوقت شركة الماركتينج بتعمل تسويق بأشكال مختلفة سواء على السوشيال ميديا سواء على مجلات أوفلاين كل الكلام دي طبعا مهم جدا ودورة حاجتين لازم يمشوا برلل بعض يعني خطين موازين في أي حاجة ليه علاقة عاوز البراند يطلع بشكل مختلف طيب انت شايف ان ليه مفيش منافسة قوية في موضوع بدل الرجالي في مصر يعني انت من أهم الناس وأكبر الناس بس ما فيش ناس كتير بتنافس على الموضوع ده الناس بتاخد مجالات مختلفة في الأزياء يقول لك هشتغل بقى في الحاجات الحاريمية هشتغل في الإكسسوارات هشتغل في مش عارفة إيه بس البدل ليه؟ عمتا صناعة البدل من الصناعات الصعبة جدا يعني أنا بدرس أنا درس فاشن ديزاين درست هنا في مصر وسفرت بره في إيطاليا كملت دراسة هناك فصناعة البدل صناعة صعبة جدا فيها تفاصيل كتير وفيها خطوط طولية وعرضية واضحة وصريحة يعني بيبان لو الخط ده معوج في الخياطة أو أي حاجة هتحسي ان ده فيه ديفو تمام؟ فصناعة صعبة علشان كده اللي بيخش فيها يقولي أنا ليه عاوز بجع الدماغ أنا عاوز وفي نفس الوقت القوة الشرائية بالنسبة للرجل مختلفة عن الست فييجي يقولك لا احنا خلينا في الستات ده قوة الشرائية عندهم عالية فيلا نحب نشتري دايما نحن متفيش رابك بالضبط قمش هيركزه في تفاصيل قوي لو أنت بتركزي في عشرة أصادك ما بيركزوش في التفاصيل عندك حق مليون في المية طب أقولك إي بقى زي ما أنت معلوماتك في البدل كده دارسها كويس قوي نعايز أختبر معلوماتك دي في البدل في السينما إيه رأيك؟ فايش فيش مشكلة جاهز؟ جاهز يلا بي البدلة المشهورة دي محطوطة دلوقتي في مدحف كانت للفنان محمد عبدالوهام ولا الفنان عبدالحليم حافظ؟ لا عبدالحليم أنا عبدالحليم كان مشهور باليئات العريضة اللي بتسمى اسمها النوتش لابل دي شكل مختلف تاني يعني هو شكل تقليدي بتاع البدلة بس على عريض مختلف عن اللي أنا لابسه ودايما كان بيلبسه جاكتي بقى طويل البنطلون اللي نزع لواسع شرلستون فده كان الستيل بتاعه جدا طب البدلة دي بقى من فيلم ايه؟ هوم الامت؟ لا دي فيلم ده ماسك برافو عليك جيم كاري جيم كاري طبقا ده كان فيلم طب حبه جدا فيوقت طفولتي كان حاجة حدث وحاجة مميزة وانا حتى كنت عامل بدلة صفرة بنفس الشكل بس من الشكل ده قوي يعني بس واخد نفس الكاركتر اللي هو البدلة الصفرة على قميصة وبيض كده كنت عامله فده من الحاجات المميزة قوي ان انا بحبها حتى ألبسها فيوقات معينة بالضبط جدا مش اي حد يقدر عليها دي طب البدلة اللي جاية دي في الصحافة شبهوها ان هي بدلة شبه البدل اللي كان بيلبسها الفنان الراحل سميل غيرم في مصرحية المتزوجون حاسس كده ولا ايه؟ هو ممكن الفانطلون فترة اللي هو بيقول عليه الفانطلون ضرب فجاكة ضرب في المصرحية دي فعلا بس يعني مش قوي يعني هي نفس فكرة الالوان او فكرة التقليمة بس بشكل تاني برضو مختلف مختلف طب البدلة دي بقى الناس كلها كانت بتتكلم عنها يا تاري كان لبسها الفنان اسلام ابراهيم تمام ولا ايه كلام؟ تمام تمام صح؟ او 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 هاي كانت مميزة جدا ومختلفة او ااخدى فكرة اللي هو عاوز اووشين انه هو كان بمية موش تقريباً كان عامل ساعاته مسلسل او في المسلسل مية موش تقريباً او فحب يعمل حتة اللي هو وشين اه اه حاجات الايقة الى الاستعداءات شوية بالضبط كده احمد انا بشكرك جدا جدا ان انت خدت من وقتك وكت معنا النهاردة يعني انت مش بس مثل الراجل الناجح لكن الراجل اللي بيحب شغله الجد ومهتم بشغله ومدي تقلي كده زي ما بيقوله لصناعة الموضة في مصر ان في ناس كتير متخلين ان الموضة حاجة لذيذة اه بس لا انت واخد الموضوع بجد ومديله وقته ومديله حقه وعشان كده ربنا كرمك فيه فبشكرك جدا عجودك معنا النهاردة فبشكرك ان انت مهتم بالصناعة المهمة دي بالشكل ده لا الف شكر وانا سعيد جدا ان انا معكم انا